تمت مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية بإصلاحات هيكلية بهدف تحسين مناخ الأعمال ورقيب تكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة على غرار مدن المهن والكفاءات والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وهو ما ممكن من التوفر على رسم الباشري مؤهل في القطاع الصناعي تمتل النساء أكثر من 43% من العاملين فيه واليوم يحق لنا أن نفتخر بأنه في عهد جلالك الملك نصار الله تضاعف حجم الصناعة الوطنية وهو ما يعكسه على سبيل المثال ارتفاع الصادرات الصناعية ستة مرات حيث انتقلت من 61 مليار ديال الدرهم سنة 1990 إلى 376 مليار ديال الدرهم سنة 2023 ارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4500 سنة 1999 إلى ما يقرب 13 ألف سنة 2023 ارتفاع عدد مناصب الشغل الذي يوفرها القطاع من 477 ألف سنة 1990 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم كما تمكنت بلدنا في إطار هذه الدينامية من تعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر اتفاقيات للتجارة الحرى أتاحت الولوج إلى أسواق عالمية تضم أزيد من جورج المريار و300 مليون مستهلك اشتركوا في القناة